على شفى مجاعة كبرى يقف اليمن بعد أعلان برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة تخفيض حصص الغداء المقدمة لثمانية ملايين شخص بسبب نقص التمويل لديه وحذر البرنامج من اقتراب نفاد الأموال المخصصة لمساعدة 13 مليون شخص ستحصل الأسر على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغدائية الشهر المقبل وفقا للمنظمة وفي حال عدم توفير تمويل جديد فقد يؤدي إلى حرمان الملايين من برامج المساعدات الغدائية بشكل نهائي يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى ثمانمائة وثلاثة عشر مليون دولار لمواصلة دعمه للفئات المحتاجة في اليمن حتى شهر مايو المقبل ويبلغ ما يحتاجه البرنامج للعام المقبل كاملا أكثر من مليار دولار لمواصلة تقديم الغداء للأسر التي تواجه المجاعة وأحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من حدوث مجاعة محتملة بعد حصول مؤتمر للمانحين الدوليين في مارس الماضي على أقل من نصف ما يحتاجه اليمن ودعت المنظمات الإنسانية الدول المانحة إلى رفع إسهاماتها والإسراع بتقديم التمويل اللازم لتجنيب المدنيين كارثة وشيكة